السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ركو تشوفوا معنا راه الموضوع ديال اليوم ماشي هو الحوت في الفران الموضوع ديالنا هو هاد الناس اللي راه خرجت عير في المهاجرين كل شي اللي تلفت له كينوضي عير ويشمت فينا بحالي لا بحالي لا احنا زعما غير شيطين ولا احنا بحالي ماشي مغربة ولا المغرب غير زيالهم هما ولا ما نعرفت المهم انا ما غاد نعايرهم ما غاد نقولهم بتاشي حاجة نقول لهم جوش كلمات يا اننا نحنا يا المهاجرين اللي كانين في اوروبا احنا عارفين قيمة انتاع بلادنا وكان بغيوها وكان عزوها كان حسو بالغربة وكان حسو باننا بعاد عن البلاد من اللي كيجي رمضان من اللي كيجي وليعياد من اللي كتعيض فالتليفون وطلقاح بابك وناسك مجموعين وانتا ما كاينش مجموعين بلابك تما فاش كاتجيك الغربة من اللي كات مرضو ما كاتلقاش اللي يرقب عليك ولو انا المحسنين اعطار لها الخير ولكن ماشي بحال العائلة واللي يبين على اننا كان نبغيو بلادنا ونبغيو المغاربة هو انهم اللي جا هاد المرض كل شي اللي يوتوبر كل شي نادي يزقي كل شي نادي يقول لكم قلسوف ديوركم باش ما يتوقع لكم ش هاد الطمار كبرا ليرها وقع في اوروبا ما بغيناش بلادنا يصرى لها هاد الشي ولكن احنا تفاجئنا وواحد المفاجأة كبيرة ما كناش نتوقعوها ان الناس في المغرب واللات كاتعية تقول لنا قلسوس ما ما عندكم ما تجي وديروا عندنا ما بغيناكمش والمعيور يعني واحد المعيور قاسح كي انا يما انا حشمت لهم في بلاس الله يعطيني وجهكم انا ما غادش نعيركم لانا تصنعو هاد السيد واشتراه يقول كيتمنى اننا الموت اي اخوة صاحبك يدو معاك الناس ديور اوروبا الناس اللي كتعيش في اوروبا اسبانيول طاليان وهم قاعد الناس اللي كتعيش خارج ارض الوطن ويضحك فرحان وشوفو قلة العقل يقول لك العملة الصعبة كيستفدوا بها غير احنايا في ديورنا كندروا بها المشاريع قاعد حلم لكي يجيبوا له غير شيء كله نظرة احنايا كندخلوا وشوفوا صاحبك بدخل ما Hass midaha صعبة certain tasks بدخلzu�ق مستقبل ولديك و بناتك بدخل الع blat ما كنتيستفيد منك بيك أبقى يعتexهم عمي جذي البون Exactly بقها ، و القهوة قهوة جدز أم either قادر أمي باستمر قادر تعود بكورونا نعم الأمر نحذر و لم تتش disput شانت قادر أولهم نتتجم علي السرع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة موجودون موجودو42 الشامو و لكن انا اتمنى ان يمشي بعيد الوضعية ستتحسن و هذا المرض يمشي لا يبقى بإذن الله و اتمنى من يفوت هذا الشي ما تبقىوش تندبو و تحندبو و تقولوا يا رب نمشي والخارج صحاب الخارج راه بدراحهم و راه خدامين و ما زال تحل الحدود و ما زال يقول كل شيء مزيان و اللي مكتاب له شيء ارض يموت فيها يموت فيها و يتدفن فيها يتدفن فيها و انا من هذا المينبار نقول للناس صحاب الخارج من فضلكم اللي عندو شي الاسيرانس دية للموت باش يتد فنوه في المغرب راه ما كان علاش ديروا الاسيرانس ديالكم تدفنوه في البلاد و ما تعودوا أخرى هذيك الى فيها ولادكم و راكوا يبقوا فيها ولادكم ولد ولادك اي�� يPS جعقول و catastropheك بيجئون في overwhelm وقاموا بخير مرة في العام وقاموا بخير وقاموا بخير كانوا أشياء بالنسبة لمحاولة البلاد ونرى الوالدين ونرى الوالدين ونرى الاحباب ونرى الوالدنا ونذهب لم يكن أدابس أو نهجم ونرزقهم ونرزقهم ونطبعهم يتبقى اولاد الاصل وابنت الاصل كما جميع الدول الخرام اللي وقعتها كبقى ويعيطوا ويسولوا ويطلبوا كفوف الرحمة للناس اللي عايشة في ايطاليا لان ايطاليا اللي كلا تدق بزاف ويقولوا يا رب الله يشافيهم انتو ما الشعب الوحيد وشي الشعب الوحيد انه كان هضر غي علاح وثالات المجتمع اللي فمهم شايط عليهم وما كان عارفوا شي باللعوه وكان غير دخلهم شي دبانة ما تصرتهم ايجي فو بها ما يبقوا شي هضروا بزاف كتر من القياس كي يعيطوا ويقولوا لابس عليكم كراكوا دايرين خاصكم شي حاجة اي اسبانيا كل شي المرضى هيا غاد صفت الطيارة المغرب جيب الجالية ديالها اما احنا الناس اللي كانت تزقي حدا القنصوليات بغاو يروحوا للبلاد راهم شي الجالية هادوكرا غي توريست توريست جاو كانوا فلوطيل وجات عليهم الازمولوطي اللي ستبقوا في الزنقة احنا الوطيل راه بحال هادوك الجالية ما غادش يجري عليهم الابقوا وتم ماكين سمعت ابنادم هادوك اللي كانوا يطلبون ولي والبلادنا راه ماشي الجالية المغربية راه هادوك الناس اللي جاو توريست وتسدو عليهم الوطيلات غا باو في الزنقة وحتى هادوك لوكان جاو احدان الناس المغاربة لو كان راهزوهم ما يخليهم شي ترموا في الزنقة لحقاش هادو صحاب الخارج عارفين حق الغربة وعارفين حق ديال لي الواحد يقعد بلا لوطيل وبلا تشي حاجة ارى شوف العمرك انت يا اللي عواض ما تكون قالس في دارك ومبلع عليك الباب وكاتوعي واحد الفيديو الدير فيه التوعية للناس قلوهم قلو سوف ديوركم على حد الازمة شادوا باقي كاتعير في الناس تعالي طالي وكاتمرد قلوب والدينا وقلوب اهلنا على ذاك الهضراء اللي كاتقولوها كاتعيرونا بلتا شي سبب كاتدعيو علينا بالموسم حضرك وتعطيونا الماكلة يا الناس اللي فيه شي فقع على شي عائلة ديالو ولا شي صاحبو ولا شي حاجة اهز التليفون يعيط له ويعاير فيه كما بغى ولكن اللي ناد يهضر غير البادة الخاوين البادة الخاوين هو ما اللي يستطيعون صدع بزاف وكل بيده ينضح بذك الشي اللي فيه يعني كي يخرج ذك الشي اللي فيه فيكم السم والحسد والكراهية كاتموتوا بالسم ومن اللي يجيصف كاتمشو تبقوا 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 العباد الله ودرك اعطينا هالفهمات اي وراه غادي نشوفوكم اللي تكمل هالي تكملها هذه الازمة كي غادي تدروا اش من وجه تواجهو به العائلات ديالكم واصحابكم هذا الشي اللي غادي نقول لكم شي حاجة اخرى بينكم وبين ذاك اللي يخلقكم ولا ياخد فيكم الحق كما كما وجعت قلوب والدنا وقلوب العائلة ديالنا بدك الشي اللي كاتقوله هو بالادعية اللي دعيتوا علينا الله يوجع قلبكم انتم ممحتا والدكم ماذا ما جاوش بلاستكم ولا عطاوكم الميكرو ولا قولكم هاكو تهدروا هذا الشي اللي غادي نقول لكم وحاجة اخرى انا كان نقول تحية واحد تحية ندالية لرجال السلطة اللي بينوا على واحد الانسانية واحد الرحمة في القلوب ديالهم بالطريقة اللي كيطالبوا بالناس يقلسوا في ديورهم انا معمرني ما توقعت ان رجال السلطة غادي غادي يتعاملوا بهذيك الطريقة حتى درجة انهم يبكيوا انهم يترجوكم تقلسوا في ديوركم انا فخورة جدا برجال السلطة ديالنا انا عجبني واحد الحل بزاف عجبني الحل واحد درجة كبيرة وكان قولها وكان افتخر شوفوا البوليس تاع المغريب شوفوا المخازنية شوفوا العسكر شوفوا الخزنية ما اللي راهم يدروا مع الناس والله يهدي الناس والله يرد بهم ما تخليوش الرجال يبكيوا راهدوك الرجال يلابكوا راهب القهرة حتى وصلت لهم اللعظم صافي ما القوما يدروا اشنو غادي يدروا بقاوي بكيوا ويترجوكم قالهم ويركعو لكم تقلسوا في ديور وانتو مارسكم قاسح نهار غادي توصلكم توصلكم الشوكا دياللي في ايطاليا واللي في اسبانيا غا تعرفوا هاد الناس علاش راهد صقيوا علاش راهد بكيوا علاش راهد قولكم قلسوا في ديوركم ولو ان البرهان بعدها راهد دايبا ولكن ما بغيتوش تحشمه مهم تحية نيضاليا تحية محبة وتحية اخوة وتحية احترام الجاميع اللي راه قالس في داره وجاميع اللي راه يصهر على البلاد باش ما ينتشرش فيها هاد الشي ولكن هاد السيد بعدها اللي كان يهدر نقوله راه المرد كان غادي يجيجي لانها مقدر من الله تعالى الى ما جابوش قاوري كان غادي يجيبو عربي وإلى ما جابوش عربي كان غادي يجيبو كلب والله يستر وصافي ولكن بنادم اللي يهدر يهدر ويقيس ويعرف وراه الفيديو ديالك كيدير بمه وغادي يمشي في العالم كامل وكاتعبر غير المستوى ديالك كاتهدر غير راسك لانك انت ما كاتعبرش على المغاربة كاملين ما كاتمتلش المغاربة كاملين كاتمتل غير راسك وحوتا خانزا تخنش شواري ولكن ما قالوا الناس تعب كريه ماطيشا خانزا خمشت الصندوق هاد يعلي كنتايا و لكن المغاربة را ما د怖 انشها كلو في مغاربة دار الكرم و دار المحبة و دار الاحترام و المغاربة يبغي ولده و يجيب له العملة الصعبة العملة الصعبة و الفلاحة راها كانتشك الكتر من 75% من الدخل رافع الاقتصاد و المغرب من المغاربة يجي و هاد المهاجم يجي و يجيب له العملة الصعبة اللي يوقف بها المغرب علارجلية أبنى ذي من اللي كانت أعرف شنو هي العملة الصعبة ولما تنفع أروح قرأ أولاً وعرف أشنو هي العملة الصعبة وأشنو كتمثل عاد أجيح لفمك عادوا قولهم هادي وهادي وهادي حاجة أخرى إحنا في مرسيا وكان هدر على راسي في هذه الحالة أنا السيقرو دي الموت اللي عندي إلا موت أنت تدفن هنا في مرسيا ما نمشيش للمغرب إلا ربي كتاب لي نموت في مرسيا نموت في مرسيا ونتدفن في مرسيا إلا ربي بغاني أنت تدفن في المغرب نموت في المغرب واللي تم ما يدفنوني في المغرب من اللي نمشي للمغرب نموت تم ما يدفنوني ولكن هنا أنا لمت هنا في اسبانيا أنا عندي السيقرو ديالي ما غادش يحرقوني لأنني مخلصة فلوسي وخانموت بالكورونا وعندي اللي يهضر عليها ما غادش يحرقوني غادي يدفنوني أنا ومرسيا عندنا المقبرة ديال المسلمين وانا نقول لمو هاجرين بعد اللي ساكني نديروا السيقرو ديالكم باش تدفنوه هنا باش يكبروا المقبرة ويعدلوها هنا كين القبرة في مرسيا اللي من الف الف وتسعمية وثمانية وعشرين يمكن ولا ثنين وثمانين وما زال باقيين ما قرب لهم محدوا الباب تاع الحديد ومبلعوا العساس ما كاش اللي يقرب لهم المهم كان قولكم يا الناس ما تهضروش بزاف ركوح شمتونا وبهذلتونا وبينتو على واحد المستوى داني انا ما نرضاهش الولاد بلادي وما نرضاهش البلادي والله يرحملكم الوالدين السكتو وبلعوا والله ينصر صيدنا اللي دار العز الجالية المغربية وبيكم واللابلا بكم احنا نسالوه في المغرب كتر منكم واللي ما عجبوش الحال يضرب راسه مع الحيط واللي فيه شي يفقصها مش يخرجها من عمره ما يجيش يفقصنا احنا يا معهم مش يحتحنا يفقصها اهالينا اللي في المغرب وما يرضاوش بهذا الشي نتمنى ان الوصفة تكون اشتركوا في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء